عشان شديك أنت تتمنى عودة المسرح السياسي؟ ليليوم أتمنى عودة المسرح السياسي ليليوم أتمنى عودة المسرح السياسي وعودتها بدخولك؟ ودك تكون فيه؟ أتمنى ولا كمشاهد؟ لا لا أتمنى كنت تجربة مع الكبار كنت جزء منه لأن لما نتكلم بالمسارح الكويت إحنا كنا مميزين في هذا المسرح السياسي ولأنها كانت علامة قوية وعلامة كبيرة أو إلى اليوم من مسرحياتي إلى اليوم نشوفها كنا تطرح واقعنا الحين فأتمنى يصير شيء بوقتي أنا نفس الشيء هذا وأكون جزء مننا إن شاء الله طيب يمكن السنة اللي طافت أنا حضرت مسرحية للفنان الشاب المبدع خادم ظفر موعد مع معالي كانت هم من المسرحيات اللي الكل تكلم عنها أن رجعت المسرح الكويتي السياسي اللي فيه الكوميديا الخفيفة اللي العيلة كلها تشوفها وتستمتع في المشاهد والحوارات وغيرها قد يكون هذا ممكن نقول بصيص للأمل اللي ممكن من خلاله الشباب الحين يصير عندهم الحافز الأكبر والله ممكن والشباب عندهم الحافز والشباب يقدرون والله يعني علاقة المشاهد فيهم مجروحة شلو أكثر غضية تتوقعنا يعني ودك أنها تنطرح فعلا في المسرح السياسي ويكون طابعها كوميدي ما عندي بوحية يعني حتى لما كنت أقول أنا المسرح السياسي ترى حتى المسرح السياسي هذا كان المسرح يتكلم عن الواقع وعن المجتمع واللي كانوا يصيرون بالدواوين اللي كان دواوين لاثنين ومعرف ايش وهذا نبي هذا المسرح اللي لما نقول أن الفن رسالة هي فعلا رسالة يعني مو بس أنا انقد على موقف وبعدين منكت عليه وخلصنا زمع الراح مادري يعني حتى كانت النكتة اللي الضحك لالحنها الضحك وشنا عنا الحين وما أدري ويداولونها الحين إذا صار لها موقف يعني شوفها ماترين من ثمانينات واليوم نداولها ما بينه وقالها فلان على المسرح هذه حدا ساعد الله يطول العمر ساعد الفرق ديرة بصير طبقات هذه السعودية ما شاء الله مشروع الحمول يديد هذه سووا وديرة طبقات قلت لك هذه أشياء نبيها أشياء تلامس الدواوين تلامس الشعب ما شاء الله شنو قضيتك اللي ممكن تطرحها لو لو أنت كاتب قضيتي سياسية يعني الله حقولتا مقالن للغاية لا لا خلاص يركوناyen جيوا عندنا المعلومة بالمهارة ترا خلة에 تسقول ولا تهاجك لذلك حتىRAY قلتا وجود صداบ لي تتكلم عن الفساد فعادي يعني تكلم من المهم ضي blender fps طبعا مثلا على فكرة الفساد اليوم متواجد يعني مو بس عندنا موجود بكل مكان المدينة الفاضلة هذه بس اللي فلاطون قال عنها ماكوش يسنى مدينة فالبالل كل ديري فيها عيوبة كل ديري فيها احنا بخير احنا ما لبي نسوي دعاية يقولوا هاي نسوي دعاية احنا بخير الحمد لله وجرتنا زينة وكل دير يا فايفي على قلتهم كل ديرة فيها عيوب وكل بيت في مشاكل الله يدوم على النعمة ماطن من ذلك الخير